بترحيب عربي ودولي قوبل الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي الذي يقضي بوقف ضم الاراضي الفلسطينية ففي مصر اعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره للبيان المشترك لاعلان الاتفاق كما اجرى اتصالا هاتفيا بولي عهد ابو ضبي الشيخ محمد بن زايد اكد له فيه ان هذه الخطوة تفتح افاق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك ايقاف ضم الاراضي الفلسطينية كما رحبت مملكة البحرين بهذا الاتفاق وقالت انه يوقف خطط الضم الاسرائيلية ويزيد من فرص السلام كذلك قال متحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش ان الامين العام يرحب باي مبادرة يمكن ان تعزز السلام والامن في منطقة الشرق الاوسط وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انه كان يتمنى ان لا تمضي خطة الضم قدما وان اتفاق ايقافها محل ترحيب على الطريق نحو شرق اوسط اكثر سلاما من ناحيته اشاد جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية بالاتفاق ووصف هذا التحرك من جانب الامارات بانه عمل شجاع من رجل دولة كما وصفه بانه خطوة تاريخية نحو شرق اوسط اكثر استقرارا شكرا لشركة